إلا حضر موت حيث انتقد السفير الأمريكي لدى اليمن السفين فاي ما وصفه بالقوى السياسية والاجتماعية تحاول أن تكون بديلة عن الدولة وقال خلال لقاء جمعه بمحافظ حضر موت مبخوط من ماضي أن السيطرة على بعض المنافذ والمصالح دون النظر إلى المصلحة العامة يشكل خطرا على البلاد وعلى العمل المؤسسي وقد يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وحذر جميع القوى التي تسعى للخروج عن الدولة بإدارة بإدراك خطورة ذلك التوجه داعيا إلى التفاف حول الدولة الشرعية كونها السبيل الأمثل لاستعادة مصالح الدولة ومصالح مختلف القوى من جانبه دعا رئيس حلف قبائل حضر موت شيخ عمرو بن حبريش الكثير إلى وحدة الصف بين أبناء حضر موت لانتزاع جميع حقوق حضر موت وكذا خلال لقاء له مع وجهاء وعقال قبيلة الحامد السبيانية على أن الجميع في حضر موت شركاء في المواقف والمطالب مشددا بأنه لا استقرار إلا بإنصاف أهل الأرض وإشراكهم شراكة حقيقية